الخارجية الروسية أكدت اليوم بأن المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستأنف اليوم عن طريق الفيديو حتى هذه اللحظات لم يدلي أي طرف من الجانب الروسي من الوفد الروسي حول نتائج المفاوضات التي دارت أمس بالفيديو بين روسيا وأوكراني لكن على الأقل يبدو بأن هناك لهجة من التفاؤل في التصريحات السابقة من الجانب الروسي التي أكدت بأنه يمكن التوصل إلى بعض التفاهمات في بعض الملفات بين الوفدين الروسي والأوكراني وكذلك لهجة التفاؤل التي نسمعها أيضا من كييف عندما أكدت بأنه يمكن الوصول إلى بعض التفاهمات مع الجانب الأوكراني حتى أننا سمعنا بعض التصريحات من الرئاسة الأوكرانية تؤكد بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق السلام في عدد من المحادثات حتى شهر مايو من العام الجاري أي أن هناك نية على الأقل من الجانب الأوكراني لترسيم وقف إطلاق النار مع روسيا والدخول في مفاوضات حول توثيق معاهدة سلام بين الطرفين تبقى أن كل الأطراف متمسكة بمطالبها وشروطها سمعنا تلك التصريحات التي صدرت من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ومن الوزير الخارجية الأوكراني أيضا ديمترو كوليبا والتي تؤكد بأن أوكرانيا ماضية في الدفاع عن سيادتها وكذلك تطالب الجانب الروسي بخروج كل القوات الروسية التي دخلت الأراضي الأوكرانية وضرورة إعلان وقف إطلاق النار الدائم دون شروط مسبقة في المقابل يبدو بأن روسيا متمسكة بأحد أبرز النقاط في مطالبها وهي نزع السلاح من الجيش الأوكراني وكذلك بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وأن تعترف بسيادة روسيا عن شبه جزيرة القرام في الكثير من المرات سمعنا بعض التصريحات من الكريملين ومن الخارجية الروسية بأن موسكو يمكن لها أن تحقق كل الأهداف التي رسمتها سواء عن طريق العمل العسكري أو بالعمل الدبروماسي والسياسي في إطار المفاوضات والمحادثات التي تجري بين الطرفين الروسي والأوكراني على ما يبدو الهدف الرئيس من خلال هذه المفاوضات على الأقل بحسب الرواية الأوكرانية هو الترتيب لعقد قمة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق سمعنا أيضا تصريح مشابه من طرف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي قال بأن موسكو لا تستبعد عقد قمة بين بوتين وزيلنسكي لكنها تشترط أجندة واضحة ومحاور نقاشات واضحة لهذه القمة وأن تكون لها مخرجات إيجابية بين الطرفين عمليا روسيا لا تستبعد إمكانية عقد قمة بين بوتين وزيلنسكي لكنها تريد أجندة واضحة بحسب التصريحات الصادرة من الجانب الروسي ننتظر بدء هذه المفاوضات عن طريق الفيديو بين الوفدين الروسي والأوكراني في ظل هذه اللهجة الإيجابية أو التفاؤل الحذر إن صح القول بين الطرفين من موسكو ومن كيف حول إمكانية الوصول إلى بعض التفاهمات على الأقل في بعض الملفات الجزئية ترجمة نانسي قنقر